أكد الفريق أول محمد زكي القيد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات جاء ذلك خلال لقائه عددا من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع رئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناولوا أهم التحديات التي تشهدها المرحلة والأسلوب الأمثل لمجابهتها بما يصهم في تنفيذ أداء القوات المسلحة لأدوارها ومهامها على أكمل وجه وألقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته مشيرا إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوات القادرة على مواجهة التحديات وأن القوات المسلحة بما لديها من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم كما أدار حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا وطلبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري